هذا البرنامج برعاية مركز وفر للتسوق كل ما تحتاجونه تحت سقف واحد يا وطان هلبت هوانا أهو البصرة جانا نعم احنا الهم شونة واستغلوا بنا طيبة سمر بنا هوان يراهو لوحد نخانا بنا هوان يراهو لوحد نخانا يحت نشاط العرب عدنا يعكسي لهماء كله ما حد اهتم بوضعنا لحد موعد تسجيل هذه الحلقة اللي هو تشنان فجر على البعاء الأحداث في البصرة بدت تسارع بطريقة غريبة بدت باستشهاد عشر أشخاص حسب ما تناقلتها وسائل الإعلام الرحمة والخلود لشهداء البصرة والصبر والسلوان يذويهم العراقيين بكل مكان ومنياتهم أنه العزمة هذه تتوقف على الأقل نحق ندماء الشهداء الناس تعيش بأمان وسلام وبالأخير مطالب أهل البصرة مطالب عادلة وبسيطة وبالمتناول والمفروض الحكومة تتعاملوا بهذا الموضوع بطريقة مختلفة الحكومة الله يساعدهم من شغلين تشكيل الحكومة ومنه الكتلة الأكبر حتى بعدين ورما واحد يصير رئيس وزراء ورئيس برلمان ورئيس جمهورية يحلونهم مشكلة حتى تتجير الواحد منهم وحنقدم الحلقة بسياقها المعتاد وواجبنا كإعلاميين نضغط أكثر وأكثر حتى نحل المشكلة بأبسط الخسار نبدأ لكم الليلة بحلقتنا الجديدة من برنامج وداية بطيخ موسيقى موسيقى جداً حارة الله يخليك اللقاء بسرعة لأني أنا طالع من الوزارة والستوديو حار والوقت دا يضايقني أستاذ إحنا إيش لوني الوقت مضايقك؟ دا تلوف بالفرع والساعة ستة كسرت عليك؟ لا تحاول تتلعب بالكلمات أنا قالولي عليك مقدم موسيقى أنت محنك أستاذ يعني ألبس عجار؟ لا أنا قديم أستاذ فدو أروح لك أنا محتاجة لمساعدتك لا لا مفلوس أستاذ هاي أول حلقة إلي وأريدك تساعدني فدو أروح لك إحنا بخدمة الشعب وأي شي لدي المواطنة؟ أستاذ فدو أروح لك قطعة قاعها يتططوها للشهداء أبوك شهيد؟ لا أبو صديقي أبو صديقك شهيد؟ لا يداوم بمكان خطر يعني أدعي لأ الله يوفقه آه أوكي 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 أهلا وسهلا بيكم مستمعين بحلقة جديدة من كلام في السياسة وموضوعنا لهذا اليوم هو الاستراتيجية الاستراتيجية هو هذا نفس ما قال ضيفنا الخبير السياسي بالعلاقات الدولية الأستاذ قاطع نصيم الصيف أهلا وسهلا بيك أستاذ أهلا وسهلا بيكم وشكرا على الاستضافة أستاذ حبيبي أول سؤال لدينا إليك هو خلنا نعتبر العراق مثل السبلية من هو؟ العراق سبلت أي إذا القطعة الخارجية مش تغلص صح اللي برة تنحط بضع بضع يعني هالعلاقات الخارجية تسشبه التزم انت القطعة الخارجية نعم القطعة الداخلية من إذا تنقط مي الريد حل غير السطلة شنو برأيك هالسطلة يخلط تنقط بها مي شو شنو لحل العراق هو السبلت بي ضمان؟ والله أستاذ ما عرف هاي توب المحل لك يا محل أسأني سؤال مهني نازلت اسمعنا خزية أستاذ السؤال هو شلون اسمك قاطا وأنت مسؤول العلاقات الدولية شرا عصر بالعراق؟ موضوع طبيعي عندي صديق اسم شعلان يشتغل بالأطفاء وأنا عندي صديق اسمه غني ومطلوب عشر ملايين ونصف مو بالله؟ تصير نحن علاقاتنا الدولية الحمد لله وشكر امتازة جدا لكن... ... arrange السفير الصيني معلقلك وناخذل الاتصال troll تقول..الو قالو..الوالوالوالوالا يمه اينب حنتوش ياه يمه اينب انتهك تغد عليه انتهك تهي يمه حنتوش مبروك لالش يمه احنا على هواء فضحتيني والله كفر حنتوش وصار مذيع قالوالوالوالا أيه مرة قايل للش لد العيني حنتوش هاذا منش انت صغير هالسان وبرج صار الزلمي حنتوش يمه لا توصيني انت بالابتدايي الحد الخامس سيبتدائي عندك دموّل لا عرادي هل سيكون حذرة بهذا الخبر؟ لا يما ما يحتاج العراق كل ذرة هنا طبعاً عزينا المشاهدين احنا كل شي قاسفين بس ظهر الوالدة فرحانة بابنها مبروك عليكم اثنينكم نقدر نرجع السياق الموضوع لو نظلم الوالدة كيف تصف العلاقات مع دول الجوار؟ في الحقيقة استعد ورا ما معكودة لا حقيقة بالحقيقة ناخذ التصال ونقول له لكها حدوش العفو منه يا ايه؟ لكها تكيد وكما تعرفني؟ لك أنا عطاوي والله فرحان لك أخويا لك ترد مجم وتلتق بالسياسيين هل بحدوش أنا؟ لحظة بس أحب أوضح للمستمعين وأحب أقول هذا أحد أصدقائي المقربين عطي ولماذا تقول متكبر؟ لعد البارحة من أغلبك بالبليارد؟ لا تشد بحدوش انت ملعب تمقالب لك سلما لاحب تمقالب روح أسأل في الوحة هو يقول لك شذاب شذاب لك شذاب يا فلوحي اسكت يا فلوحي لك لقاء محترم والسياسي جايك يا فلوحي لماذا لا نعب تمقالب لك؟ خيوين لزع طوط بس أطبو بالواحد يبطل كيف فلوح هذا بالصالة؟ هذا فلوح ولا الصديقنا دره مال الله خابرة يجيك؟ كيف نلقاء بالصالة يمنا ونعوه في الموضوع أصف أصف أرجع له سلاماتك أرجع كيف تصف الشراكة في العلاقات؟ أنا ضد الشراكة أول مثل شي يقول جدر الشراكة ميفور خاصة إن إذا قنينا مخالصة هم؟ أستاذ التوينك وين العلاقات؟ الله يخليك لا مهان يا ربا شرفت بلا تمثلت الله يخليك ناخذ التصالي ونقول ألو يا أم حاندوش هاي خافتك يم يتسلم عني اكتقول أنف مبروك شايف كل الخير ليش يما راح يبطلوني من وراج؟ مخافتك تقول الجدورة الوجيت فينك للصاحبك شوق تترجعهن؟ يما رجعتهن الجدورة كيف ما رجعتهن؟ والله العظيم رجعتهن؟ لا يما رجعتهن؟ مجاقلس رجعتهن؟ مجاقلس رجعتهن؟ مرح فردشتك لا استعبت لحظة خبرت لا 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 خبر فلوحي حل الموضوع يما علي من خبر فلوحي لا لا فلوحي خبري حل الموضوع لا يما رجع الجدورة كافي أقدر أحلل الموضوع السيتم 25 يوصل للبيع تهميني؟ لا يا بي عندها جدورة أهم مني وأهم من أبوي لي اش؟ لكن يوم سألتها قلت له يوم 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 يومي قلت له الجدورة لأن أنت تتزوج وتعزل واحدك الجدورة باقية بالمطبخ ها صديق يوم حدوس في جوة عمام المبني من حارس مية بس حد ما أنت حدرك أقول لك ابتها باللداعة يوم يوم يومي لا ترجع عافية عليك يومي أنت تعطيهم اسم اللداعة ودليتيهم المكان بعد كم لفضلك وجيبيهم وبتكز أخبط موسيقى الغريب بالموضوع أنك تروح إلى حلاق شاد دعيونه ويحلق بيك لا مو غريب لا عساني قدامك مغمض عيوني وقعد أقدم وأنا مغمض عيوني أقدر أخابر مثلا وأنا مغمض عيوني أقدر أجيب الماء هاي من هنا نهيتشي وأشربك وأرجع الماء همينه لا مو غريب الموضوع هذه دائما الي اشتغل بيه هي كلينس لنشتغل احنا دائما لتنشيبه أوكي فهي طبقة اولى بيه وطبقة ثانية زين ما رح تشوف شي أنت بالأول اني هم طابق هاي طبقتين وما داعشو وراح ارحب المشاهدين واني ما داعشو رح احبيكم حلقة جديدة من برنامج ولا يتبطيخ وين الغريب بالموضوع غرفتهم وين الغريب بالموضوع وان كاميرات وين اين وانا الغريب بالموضوع غرفتهم يعني شنو الحلو انه انا اروح ازيني ام واحد بدأ يشوف يعني انا راح اطلع بالشارع راح يقول شوف 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 القدلة انبين هذا بدأ يشوف اللي زين هي العملية يعني جماليتها انه حلو اللي زيان او لا سواء اذا هو مغمض او مفتح او عنده ثلاثة عيون او عنده عشرة وقف 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 تمو نفسكة بالسكسفون دا كوي الكيك يعني انت بكل تقرأت بدل لآلة اعزف آلة اه اخذ راحتك بس ابتعرف يعني انا قلت لكم مصلة شد بها عين الانتاج جاي بلي بانديج شنو يعني كسرت عيني مثلا جبتوا لي بانديج يعني ما عرف هذا التقرير استند على المقولة اللي تقول انا سوفلها ان شاء الله واني مغمض ولا وصحيح اكو ناس تعبت وراحت وحررت وحاربت واعتلفت واعتلفت ويامل ويلي ما حد يقدر يعترفويا تالي نطقلها بطل ليش انه اكو ناس تقدر تسوي الكتلة الاكبر وهي مغمضة جميع النواب شاركوا في هذا التوقيع من هي الكتلة الاكبر تشكلت فيها هذه الكتلة الكبيرة تكون الكتلة الاكبر الوطنية على ان ينضم الى نواة الكتلة الاكبر واليوم احنا عدنا العدد الاكبر الفتحة الاقرب الى الكتلة الاكبر ان الكتلة الاكبر هي كتلة البناء في احدى الليالي الظلماء طلعت علينا ورقة ورقة تقول أنه أكبر كتلة اسمها كتلة البناء بيها 145 نائب وراء شوية طلعت لنا كتلة ثانية قالت هي الكتلة الأكبر بيها 177 نائب بعدين صارت 180 نائب وثاني يوم المفروض جلست مجلس النواب اللي بيها راح ينعلن منه الكتلة الأكبر ومنه رئيس الوزراء ومنه رئيس الجمهورية ومنه رئيس مجلس النواب فقالوا أنه صار خرق الخرق أنتو مسوي الإعلامين قالوا أنتو خرق والمحللين قالوا أنتو خرق بس أنتو الخرق الوحيد اللي بحياتنا احنا هسا لو أكو خرق غيركم نجيبهم احنا من زمان نعرفكم أنتو خرق بس ما عدنا حل قلنا بالكتلة تتعدى الأمور وماكو خرق يصير بس نفس الخرق من أول ما شفناكم لليوم ولحد هسا الخرق مستمر يعني شوقت أنتو الخرق مالدكم ما نعرف خنشوف رأي القانونين بالموضوع تناقش متى فللتزم بالدستور هذا يقول يكلف رئيس الجمهورية بس قولوا لأستعب طارق التستور مقلوب هو بلأي شي بيخرق نوم مقلوب بس خياتل خياتل أكثر عددا خلال 15 يوما رحم الله وديتش عدلت ولا وهو شبعان خرق نعمة تقري المادة ساعة وخمسين شي يقول خاطر تقري هزيان مو مثل قراءة الجماعة الجماعهم يقولون قراءة مشوشة فلذلك يخطعون اتفاضع بقى نفس الدستور نفس الخرق أشكرك أستاذ طارق حرب خبير بأشان القانونية أكبر خبير قانوني بالعراق احتار بيكم يريدي لاتمها مادة 3 تم يريدي طمطمها مادة الطمطم كي سأولكم بعد الخرق البدستور ما حدا يقدر يحله كافي مؤكلنا حتى طبعا تحية احترام كبيرة بأستاذ طارق حرب الخبير القانوني لكن خبرته القانونية مستحيل تقدر تجمل الصورة القديحة اللي طلعت بتجلسة الأولى الرجل ده ليدي شرحنا قانونيا شنو اللي يصاب لكن المشكلة أكبر من القانون المشكلة سياسية أكو حزب حاكم العراق حزب غريب حتى بيوم اللي صارت أكو بيناتهم مشاكل انشقوا حتى منو يحكم بيوم مو حتى يروح الحكم من غير حزب يعني هي القضية انتو ما شايفين أعلان توكس قبل قبل 12 سنة أكو حزب استلب الحكم وتعاقده ويا الشركة المصنعة للأزقان جونسي حتى يصنعونه كراسي خاصة بيهم بس بعدين اختلفوا وخربت السالفة واشتغلت بوستات المسامير على الفيسبوك الأيصر ظل ينزل حاسب الفاسدين والأيمن رجعوا لبوستات قديمة الأيمن اتخذ القرار وتحالفوا يا القرار والأيصر ظل يمشي ولقى سائرون وقرر يكمل طريقه وياه ظلوا يشتغلون ليل ونهار ويخططونهم أه أقصد يخططون وشان رأيهم ماشي أنا أقصد الناس اللي يخططونهم وهم ما وظلوا واحد يراقب الثاني وتحت عنوان القاع خلصة كافة تحفر جو ربعك يا بشر اللذك طبع الحياية والله مو طبع البشر وظلين ندفع ثمن صراعاتهم الشخصية هذا ميريد هذا وهذا ميريد هذا وذاك يميريد هذا وهذا ميريد ذاك بصراحة مبالكتة الأكبرتان مثل صراع الأخ ويا أخوه من يطب للحمام أول يا سبحان الله عيناً إعلانة وكس نسخة بس دول يسوون كاكو دول يسوون خرق ها فين هني نوكلاً عادي نعوف الصداقات السياسية المشحونة اللي بيها واي ثارات نروح للصداقة العادية بالحياة الله أقول لك دبور ها طوطو إحنا ليش خطفيني ما أعرف هس إحنا ش راح نسوي خلصيح أحد لحقوني 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 يا ناس يا عالم لحقوني لحنا بخطفيني يا ناس يا عالم ها نجوعان ششششششش ولا كلمة إسمعها لكم شيّبت قلب وشعر صدري ناخوامة بطعامة حين تهي أين تهي؟ يقدر بيجدوا بلك هارين بتدوش لك بابا موتتني ما فد يوم اتوقعت يوك إذا ما اشتلتني هم زينا علي ما بتأخر عليك بموعد الله يخليك فكري خلنا اروح تتدخن؟ لا لا عاد شكو تطلب من عند الشيقاير والله على الواهز ادري داخلين جمعة الواهز اشتري الشيقاير الخاطر الله كاف تطلب انه بتغنس الجداحة فوقها اقولك شي راح ابطل تدخين حفاظا على صحتك زينا علي فكري الله يخليك ما تذكر الموقف الزينا والحلوان وياك تذكر من شي تتواعد بيا صاحبتك وشي تتروح شي تاني احمي ظهرك قام قام تحمي ظهري على اساسات مداهمة وانت ورائدة تحمي ظهري لك انت اكبر قشن بالتاريخ لك ماكو طلعوا يا صاحبتي اذا ما تلطشلي وانه بكل ساعة تقول لي عافيها جيلي اختها عافي يشوف لي بتعمها عافيها جيلي صاحبت لك ده تقدم تعيين ده تجيب فاينك 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 وخلى عينك ويا صاحبتي بس عندي سؤال من نطلع ليش يصر قرمي ده اقول لك خنركب كية تقول لي لا خننص على التاكسي واني ادفع اقول لك خننا اكل فلافل تقول لي لا خننا اكل دجاج واني ادفع ومن ننطب مطعم ويجي الحساب رأسك تروح تغسل وتلعب الخرسن وانا اتعقل بالعزيمة والله يخليك فكني والله والله طبر ليخانا اعزمك انا ادفعلك شايف روحك تقضيها علي سوي لطريقة روح للحمام سوي لطريقة غسل سوي لطريقة اشرب الحمام أحدره يمين بغداد اني لكن لما قال الطرق له 00534 можешьد تغسي يسبت التغسي اي امي فكني أنا أنا ما بايت يمك ولا يوم إنتك شتت بات يمي ساعت السودة من أبات يمك لك أقول لك بيتك ما أحد قل لي لا ومنا روح لكة 19 شخص بالهو ويلزمني أبوك يصلقني بسالفة ثلاث مواسم ما هو عالإبني يحتي لي قصة عمك سالم أنا شي عليم عمك سالم منش تعلت لجتة لعمك سالم لا عمي سالم منش تعلت لجتك ولش يطبكو ولش يتعمك سالم وأمك من تشوفني كل ما تشوفني تقول لي عفيته مو صديقة حاتي لي ابني قل لي خلي تزوج حاتي لي ابني خي يبطل نرقيلي حاتي لي ابني خلي يقرأ أدري إليك ما يحشونه يا اب انت هندي وأنا يترجم لك لا هي بابا لا هي لا كسكن أم زيل أهلي ميتشي تتبات يمي أبد ما يحشونه ياك وين شين تفرش لي ها؟ وين شين تفرش لي شين تفرش لي يمي الباب أمك تروح للمطبق تعبر من فوقايا أبوك بالله يروح لحمام يعبر من فوقايا أخوك الصباح يطلع للدوام يعبر من فوق هاي أذر صديقك لو سريع مال محمد القاسم فقنا الله يخليك فقناه بعد من سميه والله أخر مرة والله أخر مرة تدرون إش وقت فقكم؟ من تبطلون سوالفكم التعبانة؟ من تبطل سوي حساب باسم ابني وتعلق الروحك وتجي تفيك علي من تبطل تديس لبصمة صوت بالواتساب كل هفشاره ما قدر أفتحها قدام أهلي من تبطل تديس طلبات صداقة للبنات العدي بالبروفايل من تبطل من الروح الفاضحة تقم تتبضحك ومن تبطل تحمي علينا ويابني يشي وبتقول هاي يا صاح انتي تقعد عيني هيدا ميوسب تقعد والله كتوبة بعد ما نسوي والله والله بعد ما نسوي أخي ما شو تريد نسوي لك والله أسماء كافي كافي خلص خلاص هذا هو حظو يعني خلاص بعد ما وفو رضيت علينا رضيت بلك الججارة أثوري أثوري خالي شمسنا على الغد اليوم ربي ربي جماعتي ماردهم بدلهم بفلوس انقرضوا الخاطر الله انقرضوا هذا كان رأيه ورأيه أثير على الأصدقاء الناس شنو رأيه صديق السوء بالحقيقة هو إنسان يعني يعني إنسان يعني إنسان يجب أن نحذر منه أخوان اللي عرف الأخ شي يقصد يراسلنا على ما وقعنا ظاهر أسفل الشاشة مثلا يعني مو من نفس طريقة الكلام اللي أنا حتيتها القصة ونقلت بطريقة غلط فأني بهذا الحالة إنه أجيب الطرف الثاني وأقول لأني هيتش حتيت وحتيت وهيتش طلع صح طلع غلط المهم أنا أفتهم الأسباب واتصرفت يعني بس يعني أصف الأمور أنا بلا خير بلصومت لزكيت إليس آية والله شوفوا معنا الصداقة جد لطيف جد حلو الصداقة جد أهدر هذا اللي قاعدي عزفورايا لك بابة تنات بابة طين امتوا شو لش عدتك بلحياة على باب الله أعزف تقارير انطيني مونامور لك جقايري أعزف أعزف مونامور وعلى أنغام الأوفر ضرهام ومع موسيقى مونامور نشاهد مشهد أبريل نهري قلولي بعد ما يمشوا إياك وخصوصاً أبوي لح على هذا الموضوع يعني إحنا اللي هنا أنا ولازم تنتهي علاقتني يعني أتمنى تتفهم وضعي دخل دخل ها مو أقل لك أنت مو خيص صديق دخل يالله آني دافرها وراك قال لي قلولي بعد ما يمشوا إياك وخصوصاً أبوي صار على هذا الموضوع لازم نلهنان وتنتهي علاقتني أتمنى أن نتقدر هذا الموضوع بصوصاً أبوي صار على هذا الموضوع بصوصاً أبوي بصوصاً أبوي صار على هذا الموضوع لازم نلتك وخصوصاً أبوي يعني أتمنى تتفهمني أتمنى تقدر وضعي بس أربط العبوية يربطعي آه هي دافرها وراك أقول لك أنا أهلي نصحاني لازم أعوفاكي أحمد عنا نعم خصوصاً أبوية يعني لح على هذا الموضوع أحمد خليل نعم يعني بس إحنا علاقتنا اللي هنا لازم تنتهي أعدام يعني أتمنى ما تزعل من عندي وتتفهم الموضوع أحمد أعدامر أحمد ربك أعدام بعد ش أزعل عليك وين اللي حق أزعل أنا راح أقول لهم بل كث يقتنعون نروح لأول فاصل ببرنامج نرجع مرة ثانية برو 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 يعني أنا حتشو أخي إنجليزي وما تفتهم عليه ما تنسوا بالخارج أبو الزبي غراز بصرة ميناء أفتهمتك أنت تتجيب لي غراز أصلية أنت برو ولو أنا شاءت محتاج السيارة اليوم أندي بيبر وورك بيبر وورك أفتهمتك أعرف طبيب عامح لكل هذه الأشياء مفاصل فلاونزة غير طباخات أي شيء سعد سعد ثاني عندي معاملة مو مريض شادي معاملة مو مريض إتطلي مو الفاتحة ساري ساري شنو طلي الفاتحة يعني شنو جي لصائدت ورايا إتطلي مو الفاتحة هذة من ما يجدوا يروح ومن ما يوضو يروح آآ يعني إطل لحزين إي طلي حزين إي طلي حزين تسمع سيف عامر إي برو أنا إطل لحزين أعني معاملة من تقاعد شهوق تدعوا يا مونية ماذا خدمتك؟ ماذا جاءك التقاعد؟ لا 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 أبي أبي 15 سنة لم أستلم تقاعد ما أبي 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 ملحق كنتور؟ لا لا ملحق ثقافي مثقف يعني؟ ايه أينك مثقف ياخد تقاعد؟ مثقف؟ بغداد؟ رضا علوان؟ قهوة سادة، وسط، ضندق لا 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 توقف دعني أعلم بابا ملحق ثقافي يعني مثل السفير بالمبسي مبسي؟ يعني حتى خليجي؟ أي العراقين؟ لا لا بالمبسي بالمبسي يعني بالسفر وهو مثل السفير يعني ها مثل السفير زينا سادة طلب نين أقطح؟ أقطح فلوس تشارجر لو أقطح فلوس المعامل لما التقاعد لا أبي العشرة تشارجر مضمونة تخشوا بما التقاعد تماماً؟ لا جاء خابر ألو يلا ثم الله ثم الله يا عار برو أنا سمونا أبي العشرة أبي العشرة؟ يعني هل نحن نحن نحن؟ لا مو العشرة تيان تيان نعم 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 فق pessoas شغلتك ام ma sha väl 10 أطين 10 أ ban همن هو الحكOK اتبع؟ نعمawan حسناً نعم الاتم هل نعم ماكينة بره إنهم نسموم كما أنكون اوه اوكي اوكي. بس بالنسبة للمعاملة عندك محامي جد، مضبوط للمشينة بها؟ اوه ياه موحمه، انا عرف لمدير شخصياash Boltscoo خبروه دفع دفع جد سلمان حبر شونك على أخوي، عليكم السلام سلمان حبر Пичеしち и كل مسلساكات تبذجب ما واحدة صوت لا مصوات، سبع أخي تهمي هذي جينو هذي؟ مراجع يلا المراجعي كلهم لأينا هون سمان دلنا عليه دل لد اوه فريد؟ يلا العلاقين كلهم فريد فانتاسيك فريد، كلهم بريد، يلا المراجعي كلهم لأينا هون برو، هاي ما عملتك خلصة، وأبوك ما يسلم ولا فلس خلصت؟ خلصت ونوقف بالساعة؟ انا مستمتعي، انا مستمتعي وابوك ما يسلم ولا فلس عادي؟ اوه، هذا مزيد برو برو، هاي المستمسكات تحتاج لفض بهم وضع الشارجر برو، هتفضل شغلتين بنفس الوقت؟ لا برو، نخذ انت انت برو شوف برو، ترى أبوك مثل أبوي ومغرقني بخارع هاكي خمسمية ألف، خلي ماشي بيهم أمولا من الحققات، امو؟ انت برو بس راحكد الباقيات بمصرف اوكي رح، 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 رح ويت، ويت، شوها؟ شون يضرب السراء؟ ما يصري يضرب السراء هذا النظام؟ ذاتس ماي رايت، هذا حقي، هاي حقوقنا ما يصري يضرب السراء؟ اقل لك شون ضربك راجدي، هو ضرب السراء أصلا سامح يحترمه هو هذا الغلط ماكو بهذا المكان نظام لان محد يحترم السراء وانت تعرف بضعا نفس كله زين انا اش قططلي حزين وواقف بالسراء انا كمش لا مو كمش لا، كمش وواقف بالسراء، انا عالة وليس عار لا عار وواقف بالسراء عادي طبيعي، احتموا النظام يا أخي اصلا بكتل تشارجر والتقاعد ما لابوك عادي، مضجت اهم شي حقتني مهين باك لا يا عار شكرا برو شون يعني برو؟ برو يعني مختصر بوذر يعني أخوي آه، يعني مو آيباد لا مو آيباد توكر، توكر كبرا مع السلامة باشي، بمستمسكات مع العار بالصندوق مع الدراجة شو بكت نحول التشارجر باسمني؟ والله انت برو باي شكرا برو شكرا برو شكرا برو بس مهم رجعنا من الفاصل فهد وبقتي السيارة بعد ما منتأكد يعني خافت انطاخ شيه هاد اللي روح فواصله هواهيو يجي فكرت التعليقات اول تعليق عدنا من مو مو آني عار تعليق الثاني نريد أثيل كشكول عندنا بس أنه جاي فيه فيدك تعليق الثالث التشارجر البرتقالية ما منه خلنا تعرف ما نوصل هاي قايز ممكن تطلع تعليقي له لا آني أول مرة أعلق بس الحلة كلش حلوة لا والناصرية والنجف كربلة كل حلوات شرفي علي فاضل بس يطلع تعليقات سخيفة وما لها معنى صحيح فعلا يا علاوي ذاك اليوم شفت كامل مفيد جاي يخطب الولد جيرانه هما راح يقطه للعروسة بس نشوف بابا دبور ما طلبوها بعد ما جاي الله يهديك قوم خروح انت هوش ولد حبابا انا حبك ما دلك الأبية لا لا انا ندخ طبر ذا جرم حظي خزدك الطيع حظك ليش هما كل اللي يزوجه وطاح هظهن ما ديش لاحش ياك هو انت راح يطيح حظك راح يطيح حظك بس تراني اذا ما راح الزوجه راح اضيع سنس انت يا نلقاك بس اذا زوجت تموت وما حد يلقاك قولولا لا يبتعد ما تهزة هاي الريح قولولا انا جبل مو بسهولة يطيح الله الله يطيح حظك لكاني وين حاجي كنت وين ده تحشي تظهر مصيحة ما تفيديو يا كوقف خلي نثبت الشباب بعدين يا شباب شوفوا انا نصحته وقلت لهذا الشغلة غلط وخل الروحه ما قبل وهو متمسك انا ما لي علاقة نصحتك لو ما نصحتك نصحت ما لي علاقة بس تراني انت فاهم غلط دول عائلة ذهب ومشترين رجال من الرجال انا ايه صدق انت الرجال يا اهلين وسهلين شرفتوني شنه الجيها هاي الحلوة اسلام عليكم وسلام عليكم عيون piamp bijan انا ناس عمليين وانريد ندخل بالموضوع قبل احنا جاينا نخطب بدهكم المحروسة من حاولنا دبور بس احنا ماعدنا بنيا اسمها ماحروسة ماشاء الله الخومويدي اليوم كمري شمرت Violet عبالة어�حك لا نقصد بدك بدك سحر شوف اقول لك مدام انت جاي ويدبور احنا مشتريين رجال واني عمه جاي ويا وقل لك اخذ فحصة قبل ما تشتري احنا ما عندنا طلبات اقول لك خلي ولن احشي لي شنو طلباتكم يعني سحر حال حال بنات عندها طلبات بسيطة ايد اطلع لي بالنظيف وقل لي شنو طلباتكم يعني المهر 25 مليون واحنا مشتريين رجال 25 مليون؟ قل لي انت ش اسمك؟ اخوك حميد يعني بدتك سحر حميد مو سحر عباس جميل انت خمسة وعشرين مشتريين رجال لعد لهم مشتريين تشلب شنسوون؟ تشلب وفي نزل لعشرة بس بينكم دبور مو قلت لك مشتريين دبور؟ والغايب حال حال البنات ميتين مليون ميتين مليون؟ انت قلت لش اسمك؟ انا حميد ابوك ش اسمي؟ عمغان يعني انت حميد عمران مو حميد منصور ليش بسوا ميتين وعشرين مليون؟ اي مو هو نمار؟ لا ذاكي ميتين وثين وعشرين شب لكن شب؟ عمو الغايب حبر على ورق مو صح عمو الغايب حبر على ورق؟ يا عمو حبر على ورق؟ لا انت ايجا تشتري قرطاسية مجع تشتري رجال هس احنا ما عرف لين دبور حيقعد وحده ويه اهله؟ لا هس انت مجع تشتري رجال جاي تشتري عقار لا عمو راح قعدل ايجار لا اهنا اختلفنا احنا ريدها بيت ملوك وحدها اركون مؤثث احسن اثار حال حال هيثم زوج بنتي انت لحظة لحظة صبر تشكل قعد فعك ها؟ هاي اهبل مو طيحة لحظك انت ابوك هستذا الازمة انوكتة ما يوقع خمسة وعشرين الف انت هذا رجل بدتك هيثم شاسمه اسمع ذا؟ هيثم ايه؟ ابوه شاسمه؟ جمال يعني هيثم جمال مو هيثم يوسف اشو بيت ما عدني؟ والله بعد احنا قلناكم احنا مشتري رجال مو قلت لك مو قلت لك مشتري رجال بما انه انتو مشتري رجال تريدون ذهب لو مكتفين بكافوشته يعني بتنحل احال البنات غايدين ذهبي بسبعة راكب؟ لا سبعة مليون نسمة؟ لا ديناع صارت بيعشرة صدقوم بدخلتها جو ايدي ارخص بهواي تنطيني عشوة بالمية واني حس ازوجك اياها فوتوا بفارك ايه لا 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 قالي لا اخذ صكوك ولا اخذكم بيالات انا اخذ نقد لا انت متوهم استاذ مين قلي دبور عليكم انا سويت جمع معلومات قلو لك علينا ناس معروفين وقمة بالاخلاق ليرا ذهب اتخبلون ما عدا سالفة البيت هذة اللي زورت توقيع اخوتك لمسافرين برا وحولتها باسمك تزوير لا هاي بها شهود بالحفظ والزور جبتهم يمي وقعدتوا ياهم قاعدة اخوية واعترفوا لي انهم شيء داوياك زور هس خابر عليهم وافتهم الموضوع شنو لا تحاول ما يسمعوك اه اتزلهم رسالة ما راح قدرون يشوفوها اه اروح اجيبهم ما راح قدرون يجوني ميناك ها انت بسويهم طحين شوف حل هذول الشباب يا امي انت رجال داعد بوحدك وانا ريد ابني دبور يجي الزوج هنا يا اخي علاقة اللي يسليك يقوموا بواجبك واحنا مشتري يا رجال لا 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 انا هنا اعترض صح امو مشتري الرجال بس ما انا صرق عايز بي بيت هاي ما اقبثه انشب واحترم نفسك انا منشب امو احترم نفسي بس هل فت الذهب شون انت بنتك درة لا سحق مو مشكلة اثنين اعتين علاميات ليش سوت بنتي بنتك وقفت ويا رجلها قبل ما تزوجه شلون باعت لذهبها واشترت لسايبه يبس هو بعده ما مشتري له الذهب لا مو الذهب الهو اللي يشتري لهيا الذهب الانت مشتري لهيا هاي احنا طلعنا مشتريين سايبه امو رجال بتل بتل واحنا حاضرين استاذ تريد العرس بالمنصور تريدها بالجادرية لا بالجادرية ومثل ما قال عمك الزفة على جسر الجادرية واي شرب ما اريد افتها مثل اولا وبقت شغلة واحدة وليدي الفندق عمك راح يشيله لان انت كلش تعبت بالمصاريف اي والله تزين السيارة يعني كلش مكلف يكسر الظهر العروس راح تطلع مطلوبة من ورا هاي الخطوبة الله واي ناس طالبونا نرجع فقرة الاخبار السريعة ما نشذب عليكم رقبتي حابة الموضوع بس شت في رافض عمرنا الله نرجع الاخبار السريعة واول خبر هو يعني يقول انه رئيس السن بالبرلمان يطالب اعضاء البرلمان بالالتزام بالدستور واختيار رئيس للبرلمان شون التزمون بالدستور ها منتج جديد ايه ما يخالف راح التزمون بالدستور موسيقى 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 الخبر الثاني يقول نائب بالبرلمان يقول مستحيل اعضاء البرلمان راح يقدرون ينتقبون رئيس بالموعد الجديد النائب يقول يجرس نائب هو بكتلة ينام يقعد من النوم يلقى نفسها بغير كتلة وضايج انت ضايج من عندنا ؟ نروح الفاصل أهم التناقضات اللي ممكن تكشفها عدد الفرد العراقي تصير قبل وبعد الانتخابات بعد الانتخابات يقول هم وذولة بعد أكوا واحد راح ينتخبهم هو كان أصلاً ينتخبهم وقبل الانتخابات يروجنا وينتخبهم والمزيد عن شخصية الفرد العراقي راجعوا كتاب الراحل على الوردي نروح نشوف استطلاع اللي علاء الإبراهيمي وهذا أول استطلاع إلينا بموسم راح نعرف شنو المؤثرات اللي تخلي الفرد العراقي يتجه لهذا النوع من التناقضات موسيقى موسيقى يا يم ولا ابنين تقبل تسوي لقاوياي اعترافك لا يتمحد يحترمه إشارة حمراء تمشي إشارة خضرة توقف وان القانون ممكن تسوي لقاوياكم عندك مشكلة بالحب يعني توايتم سحفنان ما أقدر ما أعرف طين طين كمس ليس ممكن تسوي لقاوياكم لا ما ممكن يعني ما عندك مشاكل الحمد حبيب مرضى على العشاء تلعبون الحديد لا ألعب تنج من فيك عليكم همين ليه الفلوس لاني من جرد أبو مولدة قطبل عليها شكرا شباب وكانوا بدي أعزمكم بس انبين تخسرون بس نسوي لقاوياكم عجب يش أخذ الخبائجان لو ألطع نوتلك إلا سوي لقاوياي سلام عليكم ممكن دقيقا سوي لقاوياكم محمد الخبائج يا أخش قد لطشولي على لقاءات أقلم العالم ما أقدر أسوي لقاءات ما أقدر أسوي لقاءات ما أقدر أسوي لقاءات إحنا شوكت نخلص من هاي المشاكل في زيان إحنا شوكت يصير برأسنا حب في زيان إحنا شوكت نزوج في ممكن سوي لقاوياكم ممكن أنا أقدر لقاءات ما لقاءات الله يسمي دقرة الدقرة سأحكي لكم عليها شباب واحدة الدقرات كان قلت حار شباب مع العلم هاي حبو حيات أعني ما حاجي إياها أصلا بس مجرد عجار مع العلم هاي حبو حيات وبعدين تخنزغ علي عفيتها كالكت شو ما ما نقول مع العلم هاي حبو حيات وهي رايح مشتكي عليها دارك مو باكت وهسا ما يطبقوني باك كان يفرون علي فرارة أولى كان يقول لي لماذا تصروا يلا مش يطلع برا قلت لي احترم نفسك أنا صحفيتي وأديك ورا الشمس مو حارة شوي أصعد شو اسمه أنتو كولاية بطيخ أنا أنا أردحشيش هسة على هاي أنا علامي هاي شغلتنا يا ستة الكريمة أنتو شون تتهميني انو هاي تتحرش بيتش أنا حاتشوياتش أنا رقمك عدي أنا صورتك عدي أعرفتش أنت بتمن ما العلم هاي حبو حيات قلبي أنا بس أشوفها اليوم هاي الحبيبة نقول الحبيبة ماتتي ليش حبيتها بتاهي حبيتها أرد أشوفها أحشو إياها أقولها يابا أحبو حياتي تتعاي بعد قلبي شو سالف تيتش بالمو السلام عليكم ممكن تسوي لي قاوياتكم حتى أنا ما أقدر أسوي لي قاوياتكم أنا هم وفارغ لك ما تقول لي وين صريت أنه رقي لعترقت والشاي بعد ما جاي الكتلة الأكبر اشكلت والشاي بعد ما جاي لك هسا لو مقدم على تعيين شان طلع خواب انت مليان تليفونات مليان يا رب الله لنبعلينا الكتاكيت اشتعلت نظيمة شبيك شبيه يا ضايج لا اتخلت ازدك على شاي لا رحم الله لديك ماريد لك يا با شاي خبر يا أخي ماريد مليان هي المليان ودأ قل لك ماريد بكيفك احتي لي شبيك ضايج عركة هسا ويا هذا بن سعاد يا سعاد مملاقصات اكو غيرها يدخلت ازدك على شاي؟ يا أخي ماريد اسمع يقول لي ايام قبل احسن من ايام هسة علشينو انطب من حرب نطلع من حرب لك بيام الحصار اللقم اللقم حصر حاليينين مليان جوع مليان وكثافة شاربي كانت امي تقللنا البيضة وتخلوا اياها سمنت حتى تكفينا لك ما ادري ده تقلل ده تبني ليش وحنة كنا نحلف هالبيت انجانة حتى تكفينا بس وكثافة شاربي كنت مدوخ الحزب السبع دوخات يومي الفجر اطلع اكتب على الحيطان انواع المسبة ويجون ثاني يوم وراي ويصبغوها لك مليان بنتا لايت مليان اشتعلت نظيمة وش لول افلتت منهم حسروني بقراج البياعل تموا علي عشر مفارز القراج شان هل جذبين شغطة ايه؟ مليان زنابير مليان ازبق منا يطلع لي منا ازبق منا يطلع لي منا زوت بطل اسموني اشتعلت نظيمة وش قد بقيت بالسجن؟ الحد تس عربعة الامريكان بنفسهم اجوا فتحوا لي لك اشفت حالك؟ السجن مش قد مناضل انت؟ مليان نظال مليان اشتعلت نظيمة دخلت ازلك على شاي لا يا معود يروح يجي هذا وتعاركويا وتكبر السالفة طاولي ما يحتاج يالله ودعناكم لك ما تقولي وين صارت شاي؟ المدرب لجنبي يجو الشاي بعد ما جاي خو بتت مليانك يا بولات مليان هذا شان احتيو ياك لك هلو ابن سعاد اسمك مليان خزي مليان فهمني شان احتيو ياك السجن سلام عليكم عليكم السلام خلت ازلك على شاي ماريد لك يا بجاي خبو اللحامد دا قل لك ماريد مليان شكر مليان يا معود هذا ما واتني قهر يقل لي هذا الوقت احسن هالسح اللي شفت اهمنا من هذا الوقت كله بوق ونهب وداعتك يوميا الصباح اقعد اترحم على ذاك الوقت لك على الاقل شنة مرترحم مليان امان مليان اتعلمني وكثافة شاربي اول واحد اطوعت بالحواسن اتبوك؟ لا اقاتل او كثافة شاربي حاط اسلاحي ولابس الخاكي وعساتر اقاتل الحد يوم تس عربعة الى ان جو الامريكان نزعوني شنزعوك؟ الخاكي؟ اه ادزلك على شاي ماريد لك يا ابا والله خواه الشاي لك مسلة اللحم ماريد شوقي متكئب خلنا روح مليان يا ابا مليان لك يا ابا الشاي وهي صار مو يجه الشتة والشاي بعد ما جاي مليان شواحن مليان وداعة امي راح تخبل لك يا مهربش اللي اروح لي طلع كلك وينصف علي اولي لك جيت على جرحي انا بس احلم اسافر ثلاث مرات اوصل الكرواتي ويرجعوني اخر شي قلت لهم عمي ما اريد لجوه اريد بس اسلم على مودرج وارجع زهاتر الكرواتي مو خطر؟ مليان خطورة مليان بس اسوي اريد اهاجر اريد ازرع شعر انت تريد تزرع شعر وانا اريد قص شعر لعد يلا من شعرك على شعري ونطفع سوية دودا اخذ نسخة من جواز وياك بالكي ترهان هس اشوفك يا ثواني بس اقولك كونزوت بطعاني بالمانيا ماريتش العنقله هاذوه لك ما تقولي وين صار الشاي مو راح اوصل لالمانيا والشاي بعد ما واصل خوب التمياني سويشاتميان خطار عدنا الفرح مالك ثواني شموه هلبل منطلق شو فرحان شكوه والله الحمدلله وشكر يومي اقعد الصبح اشكر الله على هان نعمل عايشين بيها العراق بلد الخير يالخب اللي فكر يهاجر يعوف هذا الخير وكثافة شاربي خمس مرات يجيبول الفيزا للبيت وشرط ما للمانيا وقلهم كلا ليش هيقدر تحب العراق؟ ماليان وطني يا ماليان والله عاشدك هو هذا الانموذج الوطني العراقي الصحيح لمهربتش يقول اوكي جوازات وين ها؟ لمهربتش يقول جوازات وين ليش راح تضفر؟ يخليه تزلكم على شاي؟ سيستينوسيز مرض الفشل الكلوي المزمن هذا مرض نادر بالعالم كله اكو الفين وكسر حاله بالعراق تقريبا اكو مية وخمسين حاله وهذه العلاجات الخاصة بالمرض هذا العلاج ابل مية وخمسين ملغرام وهذا بالخمسين وهذه قطرة هذه القطرة سعرها ثلاثمين وعشر دولار وهذا سعرها ميتين وتسعين دولار يمكن يعني طريقة العلاج تكون على جرعات لازم ما يتأخر يعني لازم المريض بهذا المرض يستعمل اسبوعيا من يتأخر اسبوع تصر مشكلة الكثير من اطفال ماتوا بالعراق لانه اصلا ما يعرفون بوجود هذا المرض فالمفروض الطفل بعمر السنة يروح يحلل حتى يعرف اليوم ضيفتي بالستوديو روان واحدة من المصابات بهذا المرض شوانك روان مرتاح ان شاء الله الحمد لله بس هميك اشكرك هذا المرض مشكلة شبيرة شون مشاكلكم؟ هذا الدوم توثر بالعراق؟ لا طبعا ما موجود وفرت توزارة الصحة قبل سنتين وقبل همكين فترة وبعدها ما قطع العالم هاجرت اللي سافر سافر لاندي يشوف موقع واللي مات مات واللي مات مات لا مات مات حالات ماتت عندي شخص مات لأربعة عندي مرة مات لها أربعة شركة كيمادي هين مسؤولة عن التوزيع؟ اتجهز المستشفيات بعقود متعاقتين على هذا العلاج؟ متعاقتين على هذا العلاج؟ بيتنفذ العقد؟ نسأل يقولون بعض زين هسا انت ابو روان انت اليوم دا تريد جهز روان بالعلاج وين راح تحتشتري هسا؟ راح تحتشتري من برا ومو بالعراق من فرنسا؟ تشتار علاج بفرنسا؟ ايو من فرنسا اليامار دفقت حياة بنتي لو اعرف بيع ملابسي ولا اقطع عليها الدواء دقيقة زين انت تعرف العوائل البقية اللي ماعدهم ماتت أطفالهم زين اكو هسا عوائل ماعدها فلوس العلاج؟ اكيد اصدقائك؟ اكيد كم عائلة تقريباً من المئة وخمسين؟ نسباً طين ثلاثة اربعة العوائل ماعدها امكانية؟ اي وما اظن واحد عندها الامكانية حتى لو كان مدير عام لانش قدر لك راتبه؟ انتش قد يغلفك هذا الموضوع؟ مليون وشوية بالشهر؟ بالشهر اذا اريد اجيب العلاج كله لانش مستغنى عن القطرات مزين الطفلة هي استحتاج قطرات ولكن انا مستغنى عنها انا امشي انا اشوفها هي اروان من قاعدين يعوين بلجلة الضواء يؤذيها لك اكيد لان هذه الكريستالات التي بالعين تتكون على كريستالات ملحية ماذا يحدث ذات الكريستالات؟ يحجب الروي اي واحد عنده طفل عمر سنة لازم يرحلل خاف يطلع عنده هذا المرض؟ هذا القصد من العين يعرف الموت؟ من العين ومن تحليل الإدرار اكو عوائل راحة اطفالها ما يعرفون ليش موت السيدة عديلة حمود قالت لهم اصرفوا الدول زين اكو تلقوا اف شركة كيبواديا سببا؟ ما نعرف السبب لحد الان يعني هم اتشان عدم دول المخازن وما صرفوا؟ ما صرفوا لمدة خمس تشربوا بالمخازن بس سعره مو غالي يعني مو فد مبلغ يعجز يعني تعجز الوزارة عن طرف بالنسبة للعقود مالتهم هم ما راح يجيبوا بهذا السعر ممكن اقل راح يسحبون كمية طبعا ممكن اقل وقع فرات وعروض وعشياء مجانية تكون زين روان احنا ما نسوي الافنان احنا بالكواليز قد تيل انت ما تحبين بلاي تلطيف؟ أموري هم؟ أموري تحبين أموري؟ اوه انا ما احب الأموري اشعالها بتتحبين زين زين روان انت شم دوتا أخبين؟ الحطة البيضة مالبودة والأملاح والسستاقون والحبة الجوزية والقبرة تحت الجلد هي تدرس مو؟ اي هسب ونجحة للطالب انتي اصف بالثالث؟ اي بالمدرسة الشونك مرتاحة؟ زيني كوني مش زيني كوني مش زيني هارس عليش تبو قيامن عندي؟ انا محلي راس على التجوالي المرض مأثر على دراستي؟ اكيد تتعب انا سويت الانتساب التعبية اللي هي يعني المشي اللي هواية اللي بتعرف اطفالي هي صغيرة وعلى عمرها هسه المفروض بمقارة اللي بعمر الثالث عمرها يكون اكبر اكبر حجم موان دادوان اتفاجأت بالعمر اي حجمها بس كعقل العقل لا 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 ما شاء الله شاطرة ها؟ شاطرة انت شاطرة؟ شون درجاتك؟ عشرة بالنملاو كل العشرات برياضيات شونك؟ زيني انت بينا سباعيا زيني احنا مئة وخمسين عائلة هم قضية البرمامج احنا رح نشتغل يعني اولا احنا متوجهين للحكومة العراقية كافة من رئاسة الوزراء وصولنا للوزيرة والشركة المعنية احنا كل حلقة رح نحكي بهذا الموضوع يا ريت استاذ وكل حلقة رح نتابع هاي القضية لو تتوفر هاي الادوية لاناني سامع ان هناك مشاكل مو بس بهذا الدول اكو ادوية ثانية بيها مشاكل ايضا مده تتوفر زيني زيني اهمينا بنفس الوقت احنا كل الاطباء والمختبرات والمداخر والناس الاختصاص المتمكنين اللي دي يشوفون لازم اهمينا يساهمون لانهم تقول لكم ثلاثة اربع العوائل ما تهدار يعني اذا شخص يريد يسوي خير فافضل من هذا المكان ماهكم واتمنى انه يعني العوائل اللي ما اعدها القدرة شراء الادوية لحد ما وزارته الصحة توفر انه يساهمون كل الناس اللي يشتغلون مجال الطب اللي زعلوا علينا بيش الحلقة وقالوا انتو تحشون عنه هذه فرصة حتي يثبتون باننا احنا ما انصفناهم وعدهم المجال انه يثبتون حسن نواياهم ويساعدون مجموعة العوائل غير قادرة على توفير الهلاج شكرك انا بروان انا اشكرك ساد علي لأمه قصرتو اهه خلنا نسأل فاني رونال اقول رونال اريد اقول لك ساول نقول شوف اريد توفرد لكل العائلات والدواني واختي يعني مو بس اتي واختي كل العائلات اي انا حيي بيش هذا الروح رونال حديثي كما تلقين العلاج بس الناس بس تلقين لاطفال بقيهم شكرا موان اشكركم اشوفكم بعد الفاصل اي انا احبب كل شي اكدش ما يخيوني ليش مو صحية اي يقولون هاي ما ترهم ليش مو اي بس رجب المربعات ضايتهم يالله خلنا نصيح للشباب ناخي الصور اي يالله تعالوا شباب هلا 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 يالله خلنا اخي الصور ايه 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 سلام عليكم السلام عليكم حبيبي شين هالجمان هاله روان اتخذ روان يالله تعالوا اخذها روان ايه اخذها هي تحبك تقول انا احبه موري و احبه بالهين يالله خلنا اخذ الصور انا اخذ الصورة تبا شىخوان هاله ها نسح ما راح نسوي راح ننطربا ها هدية من المكتب و امالتنا خلت تختار شغلة هي ايه راعنا كل شي عزيز علي بس ما 현مية ميه عزيز علي شان الله اخذي كيف اخذي من الغذي شوف ه زين لتتروحين بس بمكان واحد بق عشي اللي عجبك راح انقاج هذا الكتاب؟ اي يا الله اختي ما خصارتك؟ زين انا نقطع شاي السيارة همينة حلوة همينة تحبين مال ولد زين انا مو عندي اشياء مال بنات همينة همينة فيديك؟ اي شكرا جزيلا شكرا الحبوب اسميك بعد عمو علي عمو علي تسميلي بعد؟ عمو اموري عمو برغال و عمو الهيل موسيقى 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 بدون ما تكون اكو دراما مستحيل كل مشاكلنا تنحل بالسخرية فقط دائما رح نبقى نركز على قضية المئة وخمسين عائلة اللي عندهم الاطفال اللي بيهم هذا المرض ازمة البصرة سوت انها ازمة داخل البرنامج يمكن سوت ازمة حتى بين الاصدقاء اللي يقعدون انت نخشون بقهوة لان شون تتعاطوا يا هذا الموضوع؟ المشاكل السياسية النفاق السياسي الخزي اللي صار خصوصا بالانتخابات وبعد الانتخابات خلنا ما نقدر نتناقش بأي موضوع وطني ونتخذ قرار يخدم هذا الموضوع تسوق فاحتجاجية مو كافي تطلع تظاهرة مو كافي المشكلة اذا تكبر يوم على يوم احنا كنا محضرين موضوع اساسا دي نتناقش به وهو كل شو موالم للنقاش حول البصرة انه واحدة من اهم اسباب الازمة اللي صارت في البصرة هي مشكلة الكفاءات مشكلة المي صارها سنين طويلة وهو كفاءات تبرعت حتى تحل هاي المشكلة والمشكلة ما نحلت والكفاءات تحاربت حتى ما تحل هاي المشاكل لان الموضوع هو واحد زاد واحد وساوي اثنين انت شقدر تفيدني؟ انا شقدر فيلك؟ قصة ما تتعلق بالمشكلة موجودة في مكان وانا ردح لها لذلك احنا دا نعيش بعراق ازمة كفاءات حقيقية موسيقى يا اهلا بالاستاذ اقدم لك نفسي المرحوم البروفيسور مرادل كعكتشي ان شاء الله اعجبك المكان اخو ما احضو وجهك والله عدكم شوية المطبخ صغير شينو اين عازمني بيتكم؟ انت وين جايبني؟ جايبك الفندق الفور سيزن اي مدى تشوف مقبرة؟ هاي شو اسمها المقبرة؟ هاي اسمها مقبرة الكفاءات بس انا عرف منطقة سكنية اسمها الكفاءات سواها مقبرة لا استاذ هاي هنانا المدفونين كلهم كفاءات لحظة افتهمت عندك هذا المدفون شال ميت كيلو موت واخذ المدالة الذهبية وهنا العينتين طلع تسعين بالدفنة بطلع قبولة بالسرداب انت شيني ناصب علي يا بابا؟ شو رح فهمه هذا؟ استاذ الحكومات اللي جدت حكمة العراق كلها قتلت الكفاءات بس ما قتلتهم مسدس لوشي لا قتلت طموحاتهم قتلت احلامهم زين انت على سبيل المثال شونا قتلت؟ انا ضربوني طلقتين بطموحي وقعت طلية انزف احلام انزف احلام بعد ما اخلص مشروع ومتت لك كنتوا ما تستحون مقعب عليكم جايب لي بنص اليل حتى سوا بيها مقلب والكاميرا الخفية ادري ماشي بعتو؟ ذاك رنبان عشرين برنامج كاميرا خفية سويتو وعود شونه دا تقلدون برنامج الصدمة وبمكاميرا رح تطلع لي على احسين رح يطلع لي على العمية ويقول ان رح احبيك برنامج الدفن لك كنتوا ما تستعون؟ ها برافسور هذا منو ياك عرف؟ ها دكتور رح تشتغله منو الليالة يا بتر هذا خطار لا 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 اخوان خطار شنو؟ بعد اذا جاكم خطار شو تقدمو له ما يورد له عضو البخور؟ لا هو رح يقدم لك نفسي اقدم لك نفسي الدكتور المرحوم شعد الانبيري والد كل منواط وأديسون وطاقة ايه؟ وستقام الفاتحة على روحك الطاهرة في مولدة أبو علي الواقعة في جامعة؟ لا خل فلع اليهم وصوليها بالجامعة بله اشتبقتوا بالثالث؟ شش، صوتكم يا معودين قولوكم عالم ميتة هنا تريد ترتاح؟ مو قلتلكم هاي المقبرة بيها كفاءات العراق مهندسين، رياضيين، محامين، دكاترة لا يا مناعي للوالدين هاي مينو باقي المرمرة مالقبر؟ يا قبر مالقرايبك، مالوالدك، مالأختك، مالقبر لفك اهي القبر لفني ماتي، المرمرة ضاعت لماذا محسستني مضيع الأقزز؟ انت منه؟ الدكتور الشاب المأسوف على شبابه هي أبو الهيل تشايتش أبو الهيل تشايتش يا نسامعي جسمي شقيق كل من أحمد ومحمود وجيهان وسيلان شكوا ماركة تشاي طارعة من عشيرتنا زي انت شوم تتفوروك دفنوك بقوري لحظة أخوان انت دكتور وانت دكتور وانت بروفيسور صعي عمادة مالكلية مو مقبرة اهاني دكتورة بالطاقة الكهربائية سويت مشروع يخدم هذا البلد العظيم راح تقدم مشروع للوزارة قالوا لي تعال منه ظهرك؟ قال لي لازم ما أحساندك كنت العلم ليه شو؟ من يلازم الوزارة؟ قال اليBLي حزب السطوة جبت كتاب من حزب السطوة قال اليBLامو تغير حزب السطوة الصار؟ قال اليBLتيologia الحزمة قلتت بهما انت صار؟ جبت كتاب من تيار الحزمة اتغير تيار الحزمة قال اليMAY يالتيار اصار؟ قال الي من تكاتب القوة البدنية أخير شي لا قل لك ولا تقل لي جاني واحد اسمه سكار معزوفة قل لي دكتور ليش بتطيني المشروع وأبوك من عنده الثمانين بالمئة هنا قلت له لا عافية مبادئي اشتيدك أعيش وأموت على المبدئي وهنا أنا بذولك المشروع لا قلت قولي المعزوفة وانفجرت عبوه ناسفة على مبادئي وصرت اتراب الله يرحمني ورحم مالديكم وانت عيني بروفيسور شنو قصتك لا أنا خبير بالاقتصاد قدموا لي دعوة أن أدرس في جامعات كيندي بس أنا رفضت قلت لهم لا الوطن يحتاجني عافية دكتور وبقيت بالعراق طبعا وشن تقييمك للقرار للتخثة أحضي على هاي الطلعة ليش قدمت خطة تحل كل مشاكل للعراق الاقتصادية وشون استقبلوا الخطة جروني بصوت شين هذا الصوت لا أستاذ المؤتنى عمين مو مال لا لا حباب حباب أستاذ والله لا حباب أردسمع أردسمع هو صوت بيطاء هواي لا أردسمع أردسمع صوت الله وكيلك من جروني بهذا الصوت صار عندي تساقط بالشعر وإنت دكتور شين قصتك؟ أنا أول دكتور اكتشف علاج الحمى الوبائية تبرعت قلت ابني مستشفى على حسابي شو رحت للوزارة التموا عليها إجاني الوزير يريد الحصة ماتتي الحجي يريد الحصة ماتتي أصغر موظف عند الوزير يريد الحصة ماتتي صار عدي تسمم بالمفاهيم ومتتي أخوان أحب أبشركم أنه أنا سأغير مستقبل العراق ليه شف ما منه؟ أنا المهندس أثير الدكتوري صاحب أول مشروع تحلية مياه للبصرة وشط العرب واليوم سأثبت لكم وأثبت للفنان ماجد الحميد أنه البصرة ما يحلو لأنه قال البصرة ما يحلو شايت تبهدومي إخوان بس لحظة سمعوني سمعوني إخوان أنتم كلكم كفاءات وجيتوا تخدمون هذا البلد بس الحظ محالفكم أول حكومة لم تجعلكم أن تنفذون مشارعكم بس أنا موجود و سأخدم هذا البلد و أنفذ مشروعي بنفسي لا يجب لهذا الصوت لحظة لحظة أخوان أنا كشي مع الجبني أنتم ليس ميتين ماذا؟ أنا ماذا أتحدث معكم؟ نحن بس الميت يمكن أن يشوفنا أستاذ ميت؟ يعني أنا ميت أستاذ بربوك اثنين كاتي مفكار و موتوك أي اليوم قرأنا الخبر ماتك بيجمع الأصدقائنا ميتين مصريين اسمه ولا دايم غير وشي الكريم تعال تفضل وياي أنا هنا مقسمين لشغل و مرتاحين يعني الطبخ على واحد الكلس على واحد أنت شاء الله تتقلم ما أضل شيء قبل أن نختم الحلقة أحب أشكر وليان بياتي اللي تشاقيني وياها بالحلقة السابقة واستقبلت الموضوع بروح رياضية نزلت سنابات وضحكت و كانت مستمتعة بالفقرة اللي سويناها وهنا أنا أحب أذكر كل أصدقائي اللي رافعين علينا قضايا واللي ناوين يرفعون قضايا و نقول لهم استقبلوا الموضوع بروح رياضية ما بيه شيء موضوع بالأخير هو نقد ساخر سخرية نتمنى من كبار السياسيين اللي خالينا بمرمى الهدف أنه يقتدون بالمراسلة البسيطة الصغيرة الحلية والليان بياتي نشوفكم حلقة جديدة و نقولكم فيما الله هذا البرنامج برعاية مركز وفر للتسوق كل ما تحتاجونه تحت سقف واحد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة